موسيقى نشرة أخبار الثامنة مساء تأتيكم من الفضائية المصرية والنيل للأخبار أهلا بكم أهلا بكم مشاهدين والبداية مع العنوين الرئيس السيسي يبحث مع رئيس المجلس الأوروبي جهود خفض تصعيد بالسودان والتوصل لوقف شامل ودائم لإطلاق النار إعادة تمركز البعثة المصرية بالخرطوم لتتمكن من العمل بشكل أفضل لإجلاء ما تبقى من أبناء الجالية بالسودان موسيقى موسيقى مجلس أمناء الحوار الوطني يبحث استكمال تجهزات بدء الحوار المقترح انطلاقه في الثالث من مايو القادم واقتصاديا نتابع موسيقى وزير الصناعة يؤكد أن حجم التبادل التجاري بين مصر وأفريقيا خلال الربع الأول من العام تجاوز ملياري دولار موسيقى موسيقى تفاصيل النشرة أهلا بكم أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قوة العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر واليمن مشددا على الموقف المصري الثابت إزاء دعم وحدة وسيادة الدولة اليمنية وسلامة مؤسساتها الوطنية وخلال استقباله الدكتور رشاد الهليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أكد الرئيس السيسي أن مصر تبع مكافة الجهود رامية لإيجاد حل سياسي شامل ومستدام بما يحافظ على وحدة اليمن وتماسك مؤسساتها الشرعية استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء الأخوية بين السيد الرئيس ورئيس مجلس القيادة اليمني شهد قيام الدكتور رشاد العليمي بإطلاع السيد الرئيس على مستجدات المشهد اليمني والجهود الجارية من أجل التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية من جانبه أكد السيد الرئيس قوات العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين والموقف المصري السابت إذا أدعم وحدة وسيادة الدولة اليمنية وسلامة مؤسساتها الوطنية وتشجيع كافة الجهود الرامية لإيجاد حل سياسي شامل ومستدام بما يحافظ على وحدة البلاد وتماسك مؤسساتها الشرعية تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل للتباحث حول الأوضاع في السودان أكد السيد الرئيس خلال الاتصال دعم مصر الكامل للشعب السوداني الشقيق في الأزمة الخطيرة التي يمر بها وعرض سيادته جهود مصر من أجل خفض التصعيد والتوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار كما أكد أهمية تكثيف الجهود لتفعيل المسار السياسي والحوار السلمي بما يدفع في اتجاه عودة الاستقرار والأمن ويراعي المصالح العليا للشعب السوداني من جانبه أعرب رئيس المجلس الأوروبي عن بالغ القلق تجاه الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية المتدهورة في السودان مشيرا إلى أهمية الدورة التي تقوم به مصر لدفع جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتهدئة الأوضاع هذا وتطور العمليات إجلاء الرعاية الأجانب من السودان وقد أعلنت وزارة الخارجية إعادة تمركز البعثة المصرية في الخرطوم حتى تتمكن من العمل بشكل أفضل لإجلاء ما تبقى من أبناء الجالية المصرية بسودان وأكد المتحدث باسم الخارجية أن أجهزة الدولة المعنية مستمرة في تقييم الوضع الأمني في السودان على مدار الساعة وتنفيذ الخطة الموضعة لعمليات إجلاء المواطنين بما يضمن إعادتهم إلى أرض الوطن بشكل آمن كما أكدت الخارجية أن البعثتين القنصليتين في بور سودان ووادي حلفة مستمرتان في المساعدة في عمليات إجلاء المصري يتي ذلك بينما تواصل عدة دول عربية وأجنبية إجلاء رعاياها من السودان حيث أعلنت السعودية وصول سفينة تقل 1687 شخصا من أكثر من خمسين دولة إلى المملكة فرين من العنف في السودان من جانبها أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية أن بلادها أجلت ما يتراوح ما بين 200 إلى 300 من مواطنيها مؤكدة أن عمليات مكثفة تجرى لمساعدة البريطانيين بالسودان كما أعلنت الخارجية الهولندية أن طائرة على متنها 104 أشخاص تم إجلاؤها من السودان بينما أعلنت وزارة الدفاع الألمانية اكتمال مهمة إجلاء رعاياها من السودان البالغ عددهم 700 شخص ميدانيا شهد اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ أمس ثلاثاء التزاما جزئيا حيث تواصلت المعارك في محيط مواقع استراتيجية بالخرطوم في حين تبادل الطرفان للتهمات بخرق الهدنة في تلك الأثناء أكد الجيش السوداني أن الرئيس السابق عمر البشير محتجز في مستشفى تم نقله إليها من سجن كوبر قبل اندلاع القتال العنيف بالبلاد الأسبوع الماضي ناحية أخرى أعلنت داخلية السودانية أن قوات الدعم السريع اقتحمت خمسة سجون بينها سجن كوبر في العاصمة الخرطوم أعلن البيت الأبيض مقتل أمريكي ثاني خلال أعمال العنف في السودان مؤكدا العمل على تسهيل إجلاء عدد من الأمريكيين الراغبين في مغادرة البلد قال المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي إن العنف تراجع بشدة في السودان مؤكدا مواصلة العمل دبلوماسيا مع طرفي القتال من أجل التوصل لوقف دائم لإطلاق النار كما أكد كيربي أن هناك حاجة للإبقاء على وقف إطلاق النار وتمديده لمعالجة الأزمة إنسانيا وخلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في السودان شدد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبدالخالق على ضرورة الوقف الفوري والشامل إطلاق النار وضمان الالتزام به بما لا يقتصر على الأغراض الإنسانية كما أكد مندوب مصر أن النزاع في السودان شأن داخلي محضرا من أي تدخل خارجي تشدد مصر على ضرورة الوقف الفوري والعام والشامل لإطلاق النار وضمان الالتزام به وبما لا يقتصر على الأغراض الإنسانية فقط وذلك حقنا للدماء السودانية وحفاظا على أمن وسلامة المدنيين ومقدرات الشعب السوداني الشقيق ثانيا إن النزاع في السودان هو شأن داخلي خاص وتحذر مصر في هذا الخصوص من أي تدخل خارجي في السودان أيا كانت طبيعته أو مصدره بما من شأنه أن يؤجج الصراع وبحيث نتجنب جميعا داخليا في السودان وإقليميا ودوليا معاناة تكرار التجارب المزعزعة للاستقرار والسلم والأمن التي شهدناها ولا نزال نشهدها في دول أخرى في المنطقة داخل إفريقيا وخاريا وحول جهود مصر لنزع فتيل الأزمة بالسودان قال السفير سامة عبدالخالق إن مصر شاركت في الاجتماع الذي عقدته مفوضية الاتحاد الإفريقي في العشرين من إبريل الحالي حول السودان بالإضافة إلى الاتصالات المكثفة التي تجريها مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة للتباحث حول سبل الخروج من هذه الأزمة شاركت مصر في عشرين إبريل الحالي في الاجتماع الخاص الدولي الذي عقدته مفوضية تحاد الإفريقي حول الوضع في السودان وانضمت إلى البيان الختامي الصادر عنه إلى جانب الاتصالات المكثفة التي تجريها مصر مع كافة الأطراف الفاعلة الدولية والإقليمية على مستوى مسؤول الدول والمنظمات للتباحث حول السودان شاركت مصر في عشرين عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعا لاستكمال تجهيزات بدء الحوار المقترح انطلاقه في الثالث من ماي القادم المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان أكد إصرار كل الأطراف المشاركة في الحوار على نجاحه تحقيقا لأمال وتطلعات شعبنا العظيم قبلة حياة جديدة أطلقتها القيادة السياسية لتجين مرحلة جديدة من الحوار الوطني في ظل متغيرات إقليمية شديدة الحساسية تحتاج إلى صياغة موقف مصري يعبر عن الوضن والمواطنين أكيد المجلس هيتعرض في بداية اجتماعه لموضوع السودان وما يحدث في السودان أكيد ده ممكن يكون موضعات اللي هو في مقدمة جلسة المجلس أيضا نحن بنحسن بعض القضايا العالقة خاصة بالمحاور احتمال يحصل النهاردة بنوع من أنواع دمج لبعض الموضعات فيما بينها حتى نختصر لأننا مستهدفين 113 موضوع ففيه النهاردة مقترح مقدم نحن ممكن نقلل عدد الموضعات دي ندمجها عشان طبعا نلوقت وعشان التركيز أيضا النهاردة نحن معنيين برضو أننا موضوع اختيار الأسماء لغاية في الأهمية لأننا طبعا نريد أن نستفيد استفادة كاملة بكل القوى الموجودة وهنا التخصص والتوازن في الحضور ما بين قوى مدنية أو أحزاب سياسية أو نواب أو خيادات تنفيذية أو الحكومة نريد أن نرى التوازن حتى نخرج بمخراجات جيدة لكل كافة الموضعات المطروحة أمام دائرة الحوار والحوار الوطني مجلس أماناء الحوار الوطني والذي ينضلق في الثالث من مايو القادم يضمه 19 لجنة وأكثر من 100 مقترح تشريعي وتنفيذي نحن فعلا عندنا مهمة اللي هي مهمة إنجاز إصلاح سياسي يسمح بحركية وفعالية الأحزاب وأيضا بعناصر مجتمع المدينة سواء كان نقابات مهنية أو عملية أو بجمعيات بأنواع مختلفة وأيضا يسمح بتشكيل مجالس ممثلة سواء على مستوى القومي من نواب وشيوخ أو على مستوى المحليات وده قضية مهمة جدا تمثل حالة ومال المواطن هذا الإصلاح لو أنجزناه بالفعل أعتقد مجتمعنا سيخطو خطوة هامة جدا للأمام وبدون حاجة بقى إلى مليارات الجنيهات والكلام ده الآن أنت بتعمل تغيير في ألية العمل نفس الشيء ينطبق على الملف الإخصادي وطبعا الناس كتير بيعانوا من الملف الإخصادي هناك أفاق كتير في تقدير المتوضة لإصلاح المعوج في هذا الملف وأخيرا الملف المجتمعي بكل تفرعاته والتعليم الصحة لأسرة الشباب كل دي أمور بنراهن على أن الحوار الوطني ينجح في أن يحدث نقل في حياة مجتمعنا بحيث نقدر أن نتعامل مع المهازم للفات بالنوع من الإخلاص والجدية الحوار الوطني يسير في ثلاث مصارات رئيسية المجتمعي والإقتصادي والسياسي ويمكن تحت كل واحدة من دول في موضوعات حاولنا أنها تكون بتغطي كل ما يشغل بال المواطن المصري يمكن فعلا التجهيزات خدت وقت طويل لأنه كان من الصعوبة بما كان الأطراف السياسية المختلفة تتطفق على موضوعات معينة بعينها وتتطفق على أولويتها وتتطفق على إطار زمني وهيكل للمشاركين فخلصنا الصعب وإن شاء الله اللي جاي يكون مصر محطة هامة من محطات الحياة السياسية التي تعيشها مصر بفضل قيادتها السياسية إيمانا بقيمة الحوار وتبادل الرؤى لإيجاد حلول لأي قضايا على أولويات الدولة محمد محروس التلفزيون المصري المزيد من المتابعة ينضم هنا إلى هاتفيا الدكتور طلعت عبدالقوي عضو مجلس أمناء الحوار دكتور طلعت سياق زمني بالغ الأهمية ينعقد في هذا الحوار اليوم كانت الجلسة التحضيرية ومصر تواجه عدد من التحديات في الداخل وفي الخارج أيضا في المحيط القريب مننا كيف خرجت هذه الجلسة اليوم واستعدادا لانطلاق الحوار يوم الثالث من مايو دكتور طلعت أي ومحضرت نرد الجلسة طلع الجلسة شغالة حتى الآن نحن شغالين من الساعة واحدة زهلا حتى الآن مستمرة الجلسة أنا أشت من الأرضة للسادات النائية لبدء الحوار الفعلي إن شاء الله بنجهز الجلسة الفتحية إن شاء الله ستبقى ثلاثة مايو أربعة خادم بالنسبة لجنبة الاجتماع المدعومين لأجلسة الفتحية المهمة نعم ثم بنتناول بلوقتي جدوى الأعمال بنسبة الاجتان اللي أحدد إن شاء الله بشكل ثاني يوم سرعة خمسة نعم أهم الملفات دكتور طلعت التي تحظى باهتمام الحوار الوطني في ظل الأزمات العالمية والتحديات التي تشهدها مصر حاليا طبعاً نحن مصابتين بالمحاور التي نشتغلها عليها سوى المحور السياسي أو المحور الصادي أو المحور المجتمعي طبعاً عندنا نشغل على 19 قضية أجاسية المحور السياسي نشتغل على موضوعات مهمة زي قانون بشكل سياسي قانون مجلسي النواب والشيوخ استراتيجية نظرية حول الإنسان المحليات النقابات البانية والعملية والعملية الأهلي أيضاً من تحدث عن محور الصادي عن قضايا حاكمة أجلية الغلاء وعامز الموازنة العامة التضخم الاستثمار المحلي الداخلي والخريدي الصناعة الزراعة السياحة من محور المجتمعي موضوعات غاية نشتغل أجلية التعليم والصحة القضية السكانية أيضاً الأسرة والتعاملات المجتمع الحوية والصفات المصرية دول 19 قضية بمبسط منهم أكثر من 90 موضوعات فرعية نعم معنيين أيضاً بما يتمنى طبعاً نحن نتواني اليوم بشكل سريع حيث لا نحن في السجن التقليد وطبعاً لأننا نؤيد كل خطوات التخزيطات السياسية للتعامل عزيز خارضية أشتائفة طبعاً نحن معنيين بكل الخضايا التي ترسم من حريطة مصر المقالة القادمة وإن شاء الله نحن طبعاً بننتهي الآن من الأسماء اللي حثروا جلسات الحوار ونضع دوقتي الجداول بشكل تفصيلي نعم يعني على أساس أننا ننطلق الحوار بشكل فعلي الجلسة السبحية اليوم تلاتها والجلسة اللي تقول إن شاء الله يوم سارع وتبعاً اليوم حينتصم إلى نعم دكتور طلعت كيف تقرأ ما تقدمه الدولة لإنجاح هذا الحوار والخروج بمكتسبات حقيقية للمواطن المصري طبعاً أنا أشوف المبادرة اللي علانها والتعوى كالتقامة رئيسة حتاح السيسي لحرصه إنه هو ونحنه يعني على بعض خطوات مجتمعية جديدة أني أستطع رأي المواطنين ورؤيتهم ومسارتتهم في يعني قامة الدولة جديدة والتبورية جديدة وطبعاً دي هكون مبنية على أسس سواء أسس سياسية أقتصادية أو مجتمعية الدولة معنية جداً ويمكن أن ما أحنا طلع على ترصية كمجلس ونحن خواراتنا خاصة بموضوع الإشراف القضائي كان هناك استجابة فورية من قامة الرئيس والتعديد وأحاول فهذا الموضوع لمجلس الموضوع وإجاة المعنية وده طبعاً استجابة سريعة وقوية أعتقد كل القضايا اللي احنا هنترحها كل التوصيات اللي احنا نتمنى إن شاء الله يعني الموقف بتاحها إما حتبع مشروعات طويل يعني يتم يعني فقمت الرئيسي حولها البرلمان أو فرات تلفزية فاصلة الإصلاح نعم في داخل مصر دكتور طلعة عبدالقوي عضو مجلس أمناء الحوار شكراً جزيلاً لك شكراً ألف شكراً حياة وتوصلون معكم من التلفزيون المصري ونتابع رئيس الوزراء يستعرض مع وزير المالية مستهدفات موازنة العام المالي الجديد ويؤكد التزام الحكومة بالعمل على تحقيقها مجلس الوزراء يعلن عودة العمل بالتوقيت الصيفي بدءاً من الساعة الثانية عشر صباح الجمعة القادمة أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي التزام الحكومة بالعمل على تحقيق مستهدفات الموازنة الجديدة خاصة فيما يتعلق بالوصول لفائد أولي من الناتج المحلي الإجمالي وخفض عجز الموازنة وفق النسب المخططة مع توسيع شبكة الحماية الاجتماعية والتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية وخلال اجتماع مع وزير المالية لاستعراض مستهدفات موازنة العام المالي المقبل وجه مدبولي بضم قطاع السياحة إلى المبادرات الخاصة بدعم القطاعات الانتاجية والتي تشمل حالياً قطاعي الصناعة والزراعة كما تم التوافق على تخصيص عشرة مليارات جنيه لقطاع السياحة ضمن هذه المبادرة ليصل إجمالي التمويل إلى 160 مليار جنيه للقطاعات الانتاجية المستهدفة بما يساعدها في زيادة حجم أعمالها والتوسع في العمل والإنتاج من ناحية أخرى أشار وزير المالية إلى أنه تم الاتفاق على رصد 45 مليار جنيه لشراء القمح المحلي من المزارعين هذا العام اعتباراً من أول أبريل بزيادة أكثر من 19 مليار جنيه عن العام الماضي أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تهدف لاستدامة منظومة التأمين الصحي الشامل مشيراً إلى أهمية الدراسة الاكتوارية التي تحدد المسارة الأكثر توافقاً مع مستهدفات الدولة في امتداد المنظومة وأتحقيق رؤية القيادة السياسية في ضغط الجدول الزمني لإنجاز المشروع جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء لاستعراض نتائج الدراسة الاكتوارية لمنظومة التأمين الصحي الشامل وأكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن الدراسة تهدف للتأكد على قدرة نظام التأمين الصحي الشامل على الاستدامة المالية بما يساعد في التوسع التدريجي ومد مظلة هذه المنظومة تنفيذاً لتوجهات القيادة السياسية بالانتهاء في مدة زمنية محددة بما يضمن توفير رعاية صحية جيدة وشاملة لكل المصريين ترأس رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعاً لمناقشة رؤية شركة المقاولون العرب للعمل خلال المرحلة المقبلة أقب صدور القرار الجمهوري بإعادة تشكيل مجلس إدارتها وقال مدبولي أن هناك تحديات عديدة في هذه المرحلة لكن رجال المقاولون العرب قادرون على تصدر ترتيب شركات المقاولات في المنطقة والحصول على كبرى المشروعات في الداخل والخارج ووجه مدبولي بالعمل على التوسع في أعمال الشركة ومشروعاتها خاصة في الخارج مؤكداً أن الدولة تساند الشركة وتدرك جيداً أهميتها باعتبارها من أكبر وأعرق شركات المقاولات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتمتد جذورها إلى أكثر من نصف قرن ولحرصها الدائم على التطوير واستخدام أحدث أساليب البناء والتكنولوجيا أعلن مجلس الوزراء بدء العمل بالتوقيت الصيفي اعتباراً من يوم الجمعة المقبل أوضح المجلس أنه تطبيقاً لنص القانون الصادري في شأن إقرار نظام التوقيت الصيفي فسيتم تقديم التوقيت المتبع حالياً بمقدار 60 دقيقة اعتباراً من الساعة الثانية عشر صباحاً بعد غد الجمعة وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر المقبل وعلنت الشركة الوطنية للطيران عن إقلاع جميع رحلتها بعد موعدها المحدد بساعة واحدة وذلك بدءاً من الدقيقة الأولى من بعد غد الجمعة الموافق الثامن والعشرين من الشهر الجاري نظراً لبدء توقيت الصيفي في البلاد تواصل نقاط استقبال محصول القمح فتح أبوابها أمام المزارعين وقد أكدت وزارة تموين وصول نسب التوريد إلى 150 ألف طن حتى الآن من مكان الآخر لا يختلف الحال كثيراً من حيث الغبال على توريد القمح المحلية أو حالك السناء عند المزارع الذي وجد في سعر التوريد طريقاً للمكسبة بسم الله ماشاء الله محصول كويس الفدان بيعمل معنا من 22 إلى 25 هنا في محافظة المينيا الحمد لله استنادي المحصول مباشر بالخير وننتج الفدان من 22 إلى 25 أردب الحمد لله الفدان ماشي من 23 إلى 24 أردب والناس كلها رائجة مبسوطة وفارق شاسع في الأسعار الحمد لله رب العالمين من 850 إلى 1650 جنيه فارق في الأردب وبالنسبة للفلوس الميعة اللي بتبقى من 4 إلى 5 أيام فبهل فين و500 جنيه سعر يردب القمح هذا العام رقمنا وضيفة لصالح المزارع وجاء لصالح الجودة بجودة المحصولة كفاءة الجمحة أعلى كفاءة وأعلى جودة بنستلمها هنا في محافظة المينيا وصومعة البهنسة بالأخص من أعلى من أحسن المصامع على مستوى الجنوب كله وبحسب القائمين على الأمر فإن نسب التوريد هذا العام سوف تصل إلى معدلات قياسية قد تصل إلى الضعف عن العام الماضي التوريد زي ما أنتشاه في حضرتك إحنا الغاتم بارح بداية توريد 15 أربعة الغاتم النهاردة وردنا أكثر من 3000 طن الحمد لله نهاردة ممكن نزيد حضرتك يعني إجمالي لغاتم بارح حوالي 10 ألف طن النهاردة ممكن نوصل إلى 15 ألف طن أو 16 ألف طن وزيادة موجودة أكثر من السنة اللي فاتت يعني في نفس الأيام دي السنة اللي فاتت يمكن نصر كمية لكن نحن الحمد لله زيادة التوريد عن السنة اللي فاتت من المساحة المنزرة عندي 243 ألف فتان المستهدف عندي 450 ألف طن لكن بيذن الله نجيب أكثر من 450 ألف طن إن شاء الله فالتسهيلات المقدمة للموردين وصلت إلى حالة رضى عنها الكل خاصة بعدما كانت كل شيء بداية من التوريد وصولا إلى دفع المستحقات 60 صوامع مجهزين تجهيز كامل إلكترونية أوتوماتية بدون تدخل بشري ولذلك لتسهيل عمليات الإسلام من المزارعين والموردين جمعهم بكبست 200 طن ساعة كل شيء بات مميكنا إذن في تلك الصوامع التي وصلت بنسب الفقد إلى الصفرة وسهمت في الحفاظ على الأقماح طبعا الصوامع من المشروعات القومية للبلد اللي بتحافظ على حبة القمح اللي هي الأساس في رغيف العيش المدعم للشعب المصري كله طبعا الصوامع بتحافظ على القمح من عمليات التهدير وصلنا النهاردة لأجل نسبة تهدير من القمح حفظنا عليه من الحشرات ومن الطيور ومن الأمطار والعوامل الجوية ومع امتداد الموسم فإن زروط التوريد سوف تزيد بمعدلات كبيرة في الأيام القادمة وبحسب خبراء فإنه من المتوقع أن تصل لنسبة توريد هذا العام إلى أكثر من الخمسة ملايين طن رقم سوف يضاف إلى المخزون الاستراتيجي للدولة ليصل إلى العام رمضان الشحات التلفزيون المصرية وفي محافظة الشرقية انطلق موسم حصاد القمح حيث تبلغ المساحة المنزرعة حوالي 381 ألف فدان موزع على مراكز ومدن المحافظة كافة يأتي هذا في الوقت الذي قدمت فيه الحكومة حوافزة إضافية للمزارعين من خلال رفع سعر التوريد إلى 1500 جنيه للأردب بزيادة كبيرة عن الموسم الماضي سنابل الذهب الأصفر تتلقلأ على أرض محافظة الشرقية إذانا بموسم حصاد القمح فهو يوم عيد للفلاح المصري والذي يعد واحدا من أهم المحاصيل الاستراتيجية التي توليها الدولة اهتماما كبيرا في ظل زيادة كبيرة في المساحة المنزرعة السنة دي عندنا 37 ألف فدان مزرعين على مصاطب الزراعة المصاطب دي بتوفر لنا حاجات كتيرة جدا أول حاجة منها بتوفر 25% من المياه 25% من التقاوي يعني الفدان ينزرع من 60 ل 70 كيلو بينزرع في الأراضي المصاطب والتوعية الإرشادية من 30 ل 45 كيلو بإنتاجية تقترب من 20 أرداب للفدان وبمساحة تزيد على 380 ألف فدان مدرية الزراعة تحث المزرعين على توريد القمح للصوامة الحكومية بسعر مرضي محافظة شرق أمن أكبر محافظات على مستوى جمهورية مصطب العربية هي المحافظة الأولى في إنتاج الأمح المحافظة تعدادها بالضبط 12 مليون نسمة بالنسبة للمساحة المنزرعة الفعلية للزراعات حوالي 873 ألف فدان زرعين السنة دي إن شاء الله 380 ألف وزير و 61 فدان أمح بالنسبة للأصناف إحنا أخذين أصناف منطقة هنا بنزرع مصر 3 ومصر 4 وبنزرع 6 14 مذارع القمح بالشرقية عبروا عن سعادتهم البلغة بالسعر الذي حددته الحكومة لتوريد القمح وبمجموعة الخدمات المقدمة لهم من قبل وزارة الزراعة النهاردة إن شاء الله العيد بتاعنا بنوسم حصاد الأمح والماكنة شفتها حضرتك شغالة والألات الليلة الحديثة عادنا بنستعين بيها والإنتاجية حلوة معقولة شغل المساطب كويس بيزيد شوية عن الأرض العادية 1500 جنيه والحمد لله يعني برضو زاعدنا المحصيل السنة دي برضو يعني حلوة شوية برضو ربنا عوضنا برضو المناخ بتاع الجوة برضو بس ربنا عوضنا عنه موسم الخير والنماء موسم حصاد القمح في محصول اعتاد المصريون على زراعته منذ آلاف السنين وسط حزمة من الحوافز الإضافية التي منحت الحكومة لمزارع القمح في هذا العام لتأمين هذا المحصول الاستراتيجي والعام من محافظة شرقية في موسم حصاد القمح محمد عبدالصبور التلفزيون المصري خلال زيارتها لمحافظة شمال السيناء حرصت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي على لقاء أسر شهداء بير العبد حيث استمعت لمطالبهم وعيدة إياهم بتقديم كل سبل الدعم الممكن لهم كما التقت وزيرة التضامن السيدات العاملات في الأنوال والتي يقمن بتنفيذ السجاد والكليم مشيرة إلى أن الوزارة يمكنها تقدم منح وقروض لهم لمساعدتهن في تنفيذ مشروعاتهن كما التقت القباج مجموعة من الصيادين ببحيرة البردويل الذين عرضوا مجموعة من المطالب وعدة بدراستها والعمل على تلبيتها كذلك التقت متطوع الهلال الأحمر المصري في المحافظة مشيدة بما يقدمه متطوع الهلال الأحمر المصري في المواقع كافة في إطار مبادرة وطن واحد التي تم إطلاقها بجنوب سيناء تم توزيع 450 نظارة طبية للمواطنين بالمجان بعد إجراء الكشف الطبي عليهم كما جرى توزيع مواد غذائية على أبناء المحافظة والأسر الغير القادرة وطن واحد مبادرة أطلقت بمحافظة جنوب سيناء تهدف لدعم أهالي المحافظة في إطارها تم تسليم 450 نظارة طبية بالمجان للمستحقين بالوديان والتجامعات البدوية بعد إجراء الكشف الطبي عليهم أمر يعمل على تلبية احتياجات مواطن المحافظة ورفع المعاناة عنهم المبادرة ما دفع عناش ولا مليم ولا أبيم وتسهلت العملية وتكلموا قالوا بعد 15 يوم حديث المبادرة وفعلا المبادرة جات واستلمتها أهو أنا خدت نظرت ونظرت المداب مفيدون أي كنين وأشكر الرئيس عن المبادرة دي المبادرة شملت المواطنين من جميع الفئات والأعمار وبجانب تسليم النظارات الطبية جار إجراء عمليات مياه على العين وزرعت عدسة بالمجان في مستشفى أبورديس العام ضمت المبادرة كذلك تخصصات طبية أخرى كالجراحة والعظام والنساء والأطفال وجار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالمجان مبادرة وطن واحد مع الفخامة الرئيس عفتاح السيسي محمد جنوب سيناء تابع مجلس الجبال العربية وإحنا النهاردة بتوزع نطارات 450 نطار لأهلين في جنوب سيناء من جميع جنوب سيناء كل أحد نهم من جنوب من صدق لغزنيمة للطور لنوابها لدهف لكل أهلين في جنوب سيناء وتوزيع بطاطين وتوزيع مواد غزائية المبادرة تستهدف تغطية جنوب سيناء بالكامل خدمة لمواطنيها ودعما لهم وتخفيفا من أعباء الحياة عنهم سوزان مصطفى التلفزيون المصري بمشاركة 42 طالبا وطالبة من المسجلين على منحة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وأوائل مسابقة المواهب الأولى للطلاب الوافدين انطلقت بمحافظة الإسكندرية فعليات المعسكر التدريبي برنامج المعسكر الذي تقيمه وزارة الأوقاف للطلاب الوافدين بجامعة الأزهر تضمن جوانب علمية وثقافية وأخرى ترفيهية لزيارة المعالم السياحية بالإسكندرية ببرامج تدريبية وتثقيفية وترفيهية وضعتها الأوقاف سلفا للطلاب الوافدين بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية انطلاق الفوج الثامن عشر باستضافة اثنين وأربعين طالبا وطالبة من الطلاب الوافدين الدارسين بجامعة الأزهر هذا المعسكر ذو طبيعة خاصة أنه أقيم أصلا للطلاب المتفوقين في حفظ القرآن الكريم في الخطابة في الشعر فكان المجلس الأعلى قد أجرى مسابقة للطلاب الوافدين وتم تكريم الأوائل بجوائز مالية وبإصدارات وبكتب إضافة على هامش اللقاء بيتم عمل مسابقات ثقافية وتوزيع بعض الجوائز سواء المالية أو العينية عليهم في هذه المعسكرات مع عمل زيارات ترفيهية وتسقفية لهم من أجل التعرف على حضارة وعراقة مصر الحبيبة مع التوعية بنشر صحيح الدين ونشر الفكر المستنير ونشر الإسلام الوسطي في ربوع العالم جوانب علمية وأخرى ترفيهية لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالأسكندرية عرّج على أهميتها الطلاب الوافدين لما لها من دور في تنمية مهاراتهم وصق لقدراتهم في متعدد المجالات العلمية الحمد لله كنت الآن في المعسكر وهذه إحدى الحديث من المجلس الأعلى لأنني قد حصلت على المركز الثاني في المواهب للوافدات في قسم الإنشاد تنظيم الرحلة للطلاب الوافدين المشاركين في برنامج المواهب الحمد لله كنت من الفائدين واستمتعت جدا في هذه الرحلة إسهاما وحرصا من الدولة المصرية في نشر صحيح الدين والرؤية الوسطية داخليا وخارجيا الأوقاف المصرية ممثلة في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية من رعاية أفواج للطلاب الوافدين سابقا إلى رعاية أفواج حالية ومستقبلية ولدهيكل أنيل أعلنت الهيئة القومية لمترو الأنفاق عودة وانتظام حركة القطارات بمحطة حلوان ومحطات الخط الأول بالكامل من محطة المرج الجديدة حتى محطة حلوان وذلك بعد حدوث عطل فني مفاجئ بإحدى القطارات أثناء قيام أول قطار استكشاف بدون ركاب في اتجاه محطة المرج الجديدة ما أدى إلى توقف حركة القطارات وتشغيل الخط الأول من محطة المرج الجديدة حتى محطة المعصرة فقط في الاتجاهين بشكل طبيعي وتشغيل سكة واحدة فقط للاتجاهين من محطة المعصرة حتى محطة عين حلوان وأكدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو أن فرق الطوارئ انتقلت على الفور إلى مكان العطل وتم إصلاحه عودة حركة القطارات الخط الأول بشكل طبيعي في الاتجاهين اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى ورفعوا علم الاحتلال في باحاته بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلية وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته وأدوا تقوصا تلمودية في المنطقة الشرقية منه وقبالت قبة الصخرة كما كثفت شرطة الاحتلال انتشارها داخل الأقصى وعند أبوابه أعلن سلاح الجو الألماني اعتراض ثلاث طائرات عسكرية روسية كانت تحلق دون إرسال إشارات في المجال الجوي الدولي فوق بحر البلطيق أوضح سلاح الجو عبر تويتر أنه جرى نشر قوات ألمانية وبريطانية لاستضاح هوية المقاتلات يأتي هذا بينما أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية أن القوات الجوية شنت ست ضربات على مواقع عسكرية روسية وتمكنت من ضرب نظام للصواريخ المضادة للطائرات وذكرت الهيئة أن القوات الجوية تمكنت في الوقت نفسه من إسقاط طائرتين استطلاع بدون طيار تابعة للقوات الروسية وأصابت الوحدات الصاروخية والمدفعية منظومة صواريخ مضادة للطائرات ومحط ترادار أعلنت روسيا طرد عشر دبلوماسيين نرويجيين ردا على طرد أصل خمسة عشر دبلوماسيا روسيا ومن ناحية أخرى هددت موسكو بالتوسيع قائمة الشركات الأجنبية المستهدفة بمصادرة مؤقتة لأصولها في روسيا جاء ذلك غداة إصدار الرئيس بلدمر بوتين مرسوما يتم بمجب وضع أصول وأموال الدول غير الصديقة في روسيا تحت تصرف الهيئة الفيدرالية الروسية لأملاك الدولة ردا على استيلاء هذه الدول على أصول روسيا لديها وجاء في المرسوم أن هذه الخطوة نابعة من الضرورة الملحة للرد على الإجراءات غير القانونية للولايات المتحدة ودول أخرى لمصادرة أو تجميد أصول روسيا أو شركتها ومغاطنيها هناك قال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة جياني جيتلوف إنه لم يتم إحراز تقدم حقيقي لحل القضايا التي أثرتها موسكو بشأن اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود والذي من المقرر أن ينتهي أجل العمل به الشهر المقبل وأوضح جيتلوف في تصريحات صحفية في مقر البعثة الروسية الدائمة في جينيف إن موقف روسيا من تمديد الاتفاق لم يتغير كانت موسكو قد أعلنت أنها لن توافق على تمديد الاتفاق ما لم يقم الغرب بإزالة القيود على الصادرات الروسية من الحبوب والأسبدة أعلنت الحكومة الصينية أنها سترسل وفدا إلى أوكرانيا بهدف البحث عن تسوية سياسية للنزاع بعد الإعلان عن أول اتصال هاتفي بين الرئيس الصيني شي جينبينج ونظيره الأوكراني فلاد مرزلنسكي منذ بدء العملية العسكرية الروسية وقالت الخارجية الصينية أن بكين سترسل ممثلا خاصا على الحكومة الصينية إلى أوكرانيا ودول أخرى لإجراء محادثات معمقة مع جميع الأطراف من أجل تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية وعقب الاتصال الهاتفي أعلن زلنسكي تعيين وزير الصناعات الاستراتيجية السابق بافلو ريابكين سفيرا لأوكرانيا في الصين أعلن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة سترسل غواصة نووية إلى سواحل كوريا الجنوبية لتعزيز قدراتها على الردع في مواجهة جارتها الشمالية أكد المسؤول الأمريكي أنه سيتم الإعلان عن نشر الغواصة المجهزة بصواريخ باليستية ذات القدرة النووية في إطار إعلان واشنطن الذي سيقره الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الكوري الجنوبي يونسو كيول الذي يزور الولايات المتحدة حاليا أجرت الولايات المتحدة والفلبين التدريب الأخير في أكبر مناورات عسكرية مشتركة بين البلدين في بحر الصين الجنوبية الذي تطالب بكين بالسيادة عليه بأكمله وتهدف هذه التدريبات السنوية إلى تعزيز القدرة العسكرية لمانيلا والسماح للولايات المتحدة بتأكيد وجودها في المنطقة وشارك نحو 18 ألف جندي في هذه التدريبات السنوية والتي استمرت أسبوعين أي ما يعادل ضعف عدد العسكريين في مناورات العام الماضي دفع وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي عن الوضع القائم في تايوان محذرا من عواقب اقتصادية مدمرة للحرب في البطيق وقال كليفرلي إن الحرب في تلك المنطقة لن تتسبب في مأساة إنسابية فحسب بل ستدمر 2.6 تريليون دولار من حجم التجارة العالمية وضف الوزير البريطاني أن كل دول العالم ستتأثر من تدعيات تلك الأزمة داعيا كل الأطراف لعدم اتخاذ أي إجراءات لتغيير الوضع القائم في المنطقة كما دعا كليفرلي بكين إلى الشفافية بشأن توسعها العسكري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ الآن موعد أخبار المال والأعمال أخبار الاقتصاد في نشرة ثامنة مع حناني الخول مشاهدين أهلا بكم في أخبار المال والأعمال والبداية مع البورصة المصرية التي تباينت مؤشراتها بختام تعاملات اليوم وسط عمليات شراء من جانب المستثمرين المحليين والأفراد العرب والأجانب قبلتها عمليات بيان من جانب المؤسسات العربية والأجنبية وقد هبط المؤشر الرئيس إي جي أكس فري بنحو فاصل 4% ليغلق عند مستوى 17452 نقطة بينما صعد المؤشران إي جي أكس سابني لأسهم الصغير المتوسطة وإي جي أكس 100 الأوسع نتاقا بما يعادل فاصل 7 وفاصل 6% على التوالي أعلن المهندس أحمد سامير وزير التجارة والصناعة أن حجم التبادل التجاري بين مصر وأسواق القارة الأفريقية بلغ نحو مليارين و117 مليون دولار وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري لافتا إلى أن قيمة الصادرات السلعية المصرية إلى القارة قد بلغت مليارا و611 مليون دولار جاء ذلك في أحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول التبادل التجاري بين مصر وقارة أفريقيا وقال سامير إن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة والتغلب كذلك على العقبات التي قد تعتارد حركة التجارة بين الدول والاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر ودول وتكتلات القارة إلى جانب التوسع في المشاركة بالمعارض المتخصصة وزيادة التمثيل التجاري المصري بالعديد من الدول الأفريقية أعلنت الحكومة اليابانية استهدافها لجذب 100 تريليون ين أي ما يعادل 750 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر بحلول عام 2030 والمزيد من المواهب الأجنبية والعاملين عن بعد وذلك كجزء من سعيها لتعزيز النمو الاقتصادي والقدرة التنافسية العالمية أفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية الرسمية أن الهدف العددي المدرج في خطة العمل الجديدة يمثل ما يقرب من ضعف الاستثمار الأجنبي المستهدف في نهاية عام 2022 وبمجب الخطة الجديدة ستستخدم اليابان الأموال والموارد الأخرى لجذب الاستثمار في المجالات الاستراتيجية مثل أشباه المواصلات والرقمنة والتكنولوجيا الخضراء والرعاية الصحية وستسعى كذلك لتطوير الموارد البشرية اللازمة من خلال التعاون الثلفي بين الحكومة والشركات والأوساط الأكاديمية ترجعت الأسهم الأوروبية مقتفية أثر الخسائر التي شهدتها والستريت الليلة الماضية وذلك بعد عودتها من مخاوف الركود إلى الظهور في الولايات المتحدة إثر بيانات اقتصادية متشائمة وقد هبط المؤشر 600 الأوروبي بنحو 0.4% متأثرا بتراجع أسهم التكنولوجيا التي انخفضت بـ 1.3% بينما ارتفعت أسهم النفط والغاز بـ 0.7% متتبعة أسعار النفط العالمية إلى أسعار النفط العالمية التي ارتفعت بعدما أظهرت بياناتهم من القطاع انخفاضا كبيرا في مخزونات النفط الخام الأمريكية قبيل صدور البيانات الحكومية وارتفع الخام العالمي مزيق برونت بنحو 0.2% ليصل إلى 80 دولار و93 سنة للبرميل بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 0.3% ليصل إلى 77 دولار و32 سنة للبرميل إلى أسعار الذهب العالمية والتي استقرت قرب مستوى 2000 دولار للأوقية بينما يتوخى المستثمرون الحضر وينتظرون بيانات اقتصادية أمريكية قد تساعدهم على التنبؤ بمساري أسعار الفائدة الأمريكية وقد تماسك الذهب في السوق الفورية عند 1999 دولار و9 سنتات للأوقية وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنحو 0.3% لتصل إلى 2010 دولار و20 سنة للأوقية أهلا بكم جديد تشجيعا من رابطة الخيول العربية الأصيلة بالفيوم لطلاب المدارس على التعلم الفروسية وتدريب الخيول نظمت الرابطة مهرجانا شارك فيه 45 فارسا وفارسا من مختلف الأعمار ويهتم المهرجان باختيار أفضل الفرسان للمشاركة في المحافل الدولية لتشجيع الصغار والنشئ على تعلم الفروسية نظمت رابطة الخيول العربية الأصيلة بالفيوم مهرجانا لطلاب المدارس شارك فيه 45 فارسا وفارسا من مختلف الأعمار المهرجان تم تنظيمه بقرية ديمو التي تعد من أشهر القرى المهتمة بتربية الخيول على مستوى الجمهورية نعلم نخدهم الأولي يركبوا الحصان نعلمهم الأبدون ونكام دخله مع القفز ويأكل وعدة وعدة بنوض طبعا الحاجز بيش بناخده مرة وعدة لأ بناخده سنة سنة بنطلع من أول 9 سنتي الحاد المتر 200 سنتي هذا المهرجان وما يتضمنه من مصابقات وفعليات يعد الثامنة من نوعه يتم تنظيمه سنويا لاختيار أفضل الفرسان للمشاركة في المحافل الدولية والمصابقات العالمية عملنا مصابقة في قرية دوم ومحافظة الفيوم للناشئين الأطفال على مستوى مدارس الفيوم بطولة قفز حواجز عملناها على مستوى مدارس الفيوم وكان فيها أكتر من 45 فارس الحمد لله يعني كابتن رزق ومدرب الفرسية كان قايم بموجود كويس جدا مع المتدربين هم طلع ناشئين يعني الله أكبر حتى هم شافوا الجمهور نفسه أن العملية متميزة سنة ورطانية بشكر القائمين على تنظيم البطولة لحاسات اللي باتت دي وبعد تكريمي ده بيشجعني جدا أن أنا أكمل في الرياضة دي فرحم جدا طبعا وفضل لربنا ثم كابت الرزق ثم بابا وماما اللي شجعتني جدا وأنا كنت مبسود جدا وأنا بكرم مهرجان متميز من نوعه تشتهر به محافظة الفيوم يعمل على تشكيل أجيال من الفرسان والمدربين للخيول لتتناقل هذه المهارات من جيل لجيل ولتحتفظ قرية ديمو بسمعتها كوحدة من أشهر قورة تربية وتدريب الخيول الأصيلة على مستوى الجمهورية وقفة رياضية مشاهدين الكرام بعد الفاصل مع أحمد يوسف وبعد الفاصل نستعرض الأحوال الجوية والطقس مع نوها محمد مشاهدين أهلا بكم ونشر الجوية يسود طقس حارة القاهرة وجل بحري وجنوب سيناء وشمال السعيد ماء للحرارة شمالا شديد الحرارة جنوب النهارا ماء للبرودة ليلا وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة مع نشاط لرياح غربا والوجل بحري وشمال السعيد والقاهرة والبحر المتوسط معتدل والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وعن التوقعات الثلاثة أيام القادمة نبدأ عن القاهرة الخميس 18-32 رجمع 15-26 السبت 14-25 أمعان شرم الشيخ الخميس 22-33 رجمع 20-34 السبت 19-29 وأخيرا مع الأكثر الخميس 22-36 رجمع 22-36 أيضا السبت 19-32 ونتعرف الآن مشاهدين على بيان تفصيل الدرجة الحرارة المتوقعة بإذن الله القاهرة 18-32 الإسكندرية 16-24 دميات 16-28 بورس عيد 16-29 العريش 17-28 رفح 17-27 الإسماعيلية 17-34 سوز 18-32 مطروح 15-22 وزن أطرون 16-31 منصورة 17-31 طنطة 17-32 ده منهور 17-30 سانت كاترين 6-25 الغردقة 22-35 شرم الشيخ 22-33 الفيون 18-32 المينيا 17-34 أسود 17-34 سوهج 19-35 كنا 22-36 الأكثر 22-36 الوادي جديد 22-35 أصوان 21-36 حلايب 22-27 شلاتين 23-31 أبرمد 21-30 رأس أخدار 22-26 أها طمشرة وهذا تذكير بأبرز العنو الرئيس عبد الفتاح السيسي يبحث مع رئيس المجلس الأوروبي جهود خفض التصعيد بالسودان والتوصل لوقف شامل ودائم لإطلاق النار أعادة تمركز البعثة المصرية بالخرطوم لتتمكن من العمل بشكل أفضل لإجلاء ما تبقى من أبناء الجالية بالسودان مجلس أمناء الحوار الوطني يبحث استكمال تجهيزات بدء الحوار المقترح انطلاقه في الثالث من ماي القادم تحت نشرة ثامنة شكرا لكم مزيد من التفاصيل عبر موقعنا الإلكتروني معي البطئيجي ومسبيرو البطئيجي شكرا لكم مشاهدين الكرام إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة